مشاهدين في كل مكان طابت أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الجديد الذي يتجدد بكم في هذا الموسم الجديد من داء اتزار وداء اتزار ما هو إلا عن نقوس خطر ندق هذا الجرس وهذا النقوس كي تصحوا هذه الأمة من أفعال كثيرة ما أنزل الله بها من السلطان كثيرا ما نرى أفعال يمكن أن تكون من الدجل بمكان من الشعوازة بمكان من الجهل بمكان وعلى الجهل نضع الخطوط الحمراء وبالفعل يا أمة ضحكت من جهل يا الأمم كانت عبارة شهيرة في الموسم السابق من داء اتزار وقد تكون معنا أيضا هذه الكلمة ضيفا مستمرا في حلقات داء اتزار على مدار الموسم الماضي من برنامج داء اتزار حلقنا معا في أشياء كثيرة تكلمنا عن علاقة الإنس بالجن علاقة الإنس والجن والسحر علاقة العين والحسد والمس والقرين وما أدراك ما القرين لأن ضيفي هو أحد بل هو أهم من تحدث عن القرين بل هو من قال أن المشكلة والإشكالية بقدر كبير في القرين واختلف معه الكثير واختلفت معه مدارس فكرية واختلف معه معالجين ولازال إلى الآن يتحدث عن القرين ضيفي وضيفكم هو فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب المعالج بالقرآن فضيلة الشيخ أهلا بك أهلا بك أخبار القرين إيه؟ مسلمة ساعتك طيب خليني كده يعني أرجع كده بمسامع مشاهدين عن القرين أولا هو من القرين كده لعشان ننشط المعلومات والزاكرة إن الحمد لله إن أحمده وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يولي الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأصلي وأصلم على خاتم النبيين والمرسلين أبا القاسم رسول الله صلى الله على النبي محمد سيهاني جزاق الله على خيرا على هذه المقدمة مما حصاد قبل رمضان ولكن مستمر كلامي وتوضيحي عن منهج العلاج بالقرآن الكريم لا بد له من أمور فكرية يتفق عليها أهل السنة والجماعة ويتفق عليها جمهور العلماء تقرارا كان عندي كلمة عبارة واحدة مصمم عليها كلمة واحدة مش عبارة القرين القرين أنا بقول أهو مكانك القرين أنا عندي القرين ده هو أصل كل مرض يدور حول أمراض السحر أو الحسد أو العين أنا بسمي السحر والحسد والعين مرض مرض روحاني يعني إيه مرض روحاني مرض غيبي مرض ابتل الإنسان به من صنع إنسان كافر أو ساحر أو كاهن أنا بسمي كده ولكن أنا عندي عبارات يعني ليه ما حطتش مؤمن لا 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 أصل المؤمن إذا كان حتى عاص الله عز وجل فلا يضر الإنسان بهذا الضرر عايزة أقول لا يأتي أفعال شركية أو كفرية ولو كان مسلم ويفعل أفعال شركية فهو خرج من دارة الإيمان إلى دائرة الإسلاف فهو مسلم عاص أخذ منك تصريح دلوقتي معلش بقى أنا رازم أستخدمك معايا بقى فضل ساعتك الشيخ برايب شهاد بيقول لا يفعل الساحر ساحر إلا وهو كافر إلا وهو كافر ولو كان مؤمنة فكالكفر المؤذر على محمد صلى الله عليه وسلم لأ أول تصريح معنا نهار التصريح الثاني تعلم عني أنني تكلمت كثيرا على دخول الجن داخل الجسد أو عدم دخوله داخل الجسد أنا هجم حصاد سنوات تعيما مضت مع بعض داء الزار لتمهيد لحلقات قادمة توضيحي كل سحر بنوعه وكيفية مرضه وكيفية علاجه في داء الزار تمام ولكن أنا هبدأ خلاصة هذه الحلقة في عنوين مهمة تخص كل بيت بل تخص كل امرأة بل يخص كل رجل يمشي مع زوجته في أمر علاج بالقرآن الكريم تمام أنا لما قلت أبل كده أن الجن لا يدخل الجسد كانت هذه العبارة تخصني فيما رأيته من مخالفات يفعلها المعالجين بالقرآن أو الذين ينسبون إلى أنفسهم العلاق بالقرآن لما فيها من مخالفات شرعية فلما ذكرت أن الجن لا يدخل الجسد وإن كان جمهور العلماء أقر بدخوله أنا بكر بعدم دخولي في هذه الأيام أو في هذه السنوات ليه أزهن أنت ليه مخالف صحيح لمخالف لرأي الجمهور لما رأيت من من يستخدمون هذه الكلمة في إزاء المرأة أو إزاء البنت خصصت المرأة والبنت لما فيها من مخالفات يفعلها الذين ينسبون إلى أنفسهم العلاق خاليني برضو أترجم اتفضل أنت عايز تقول أن أنت بتنفي الدخول الاسترادة للقاعدة الفقهية ضرء المفسدة مقدم على جلب المنفع الله يعزك يا رب هو ده مقصدي في كل حلقات ده إتظار أو في مركز على فكرة الجزئية دي ممكن تكون هي أحيانا لا تصل للبعض تمام وده اللي بيسبب الإشكالية في تعارض الأراءة بص يا صلى الله عليه وسلم نحن نتكلم بكتاب وصنة أم بأمور يفهمها بعض الناس كتاب وصنة تمام إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تولد فيكم ابن آدم إلا وتولد له قرين من الجن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأمر قال ما تولد ما فيش حد نزل من رحم المرأة ملد آدم إلى قيام الساعة إلا ومعه قرين من الجن تمام القرين ده الله عز وجل ذكره في كتابه في سورة الصفات وفي سورة قاف فقال في سورة الصفات ها؟ ربي إني كان لي قرين في سورة قاف قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد إذن الله عز وجل أثبت لنا بأن القرين إذا كان يأتي بشيء من الوسواس لا الله عز وجل أثبت في سورة الأعراف بأن القرين هو العدو الأساسي بأن الساحر يأتي بأخبار الذي يفعل له السحر ليأتي كل ما هو يفعل بمعنى الساحر أو الكاهن أو العراف أو الذي يقوم بعمل سحر لإذا جسد آخر بيعرف من اسمه أو اسم أمه أو سورة له بدليل لما طلع عن بساحر عشان تعمل سحر لحد بيقولك إيه؟ أنت اسمك كذا وجاء عشان كذا وهتدفع فروس قد كذا وإنت معك فروس قد كذا هتقول أنت هو عرف من إيه؟ هقولك من قرينك من أنين؟ إذن القرين لا يأتي بوسواسهم بس لا ده يأتي بوسواس وبأخبار يقوم بها الساحر لإزاء الجسد الإيذاء الإيذاء سؤال بقى معلش بقى حركة تعد للسؤال ده معلش يعني تحت أمرك طب ما تولد يعني الحديث بما معناه لا يوجد إنسان إلا له قرين تمام ما تولد ما من مولود يولد إلا ما من مولود يولد قل إذا لأه قرينه من الجنة تمام يعني فيش بشر بلا قرين بلا قرين حلو جدا صح طب لماذا البشرية كلها لا تشتاكي من القرين مجموعة معينة هي اللي أنت بتقول لها عندك مشكلة مع القرين ما كل عنده قرين صلى على النبي محمد عليه السلام الإنسان الذي يحدث معه أمراض يعني أنا عندي أعراض لمرض أحلام مزعجة أحلام مزعجة وأفحال شغلي تعطيل لزواج عندي علامات وربنا قالها في القرآن وعلامات وبالنجم هم يهتدون إذن لكل شيء له علامات صح الله أنا جاي القناة دلوقتي عندي علامات وصلني القناة لو أن هذه العلامات غير موجودة وأنا أول مرة هاكي القناة هتوه ولا مشتوه طبعا هتوه إذن القرين لا يتحرق في جسد الإنسان إلا بأمر شيء أقوى منه يفعله الساحر ويفعل الساحر مادة السحر أو الشيء الذي يضر به الجسد فيرسله عن طريق خادم السحر عن طريق مين؟ خادم السحر أنا هنا بس عايز أفتح بس مجال الفلات مشاهدي يعني هتواصل مع حضراتكو في خلال الدقائق القادمة لكل من له سؤال أو استفسار عن هذا العالم الخفي الغيبي وأطراحه على فضلية الشيخ إبراهيم شهاب فضل فضلية الشيخ أهو أهو أصدقك حاجة هل إبراهيم زي إنسان؟ جيد أصد زهاني زي أي حد؟ كل بشر كلنا زي بعض صح الله ولكن أصد زهاني محدش تعرض ليه بنظرة عين محدش تعرض ليه بمس محدش أراد بيه أزى يخصه بسحر فهو عايش طبيعي بيأكله بيشربه بينامه كل حاجة ولا يتعرض بسوء في أحلامه ولا في ماله ولا في رقزته ولا في تعطيله في أول حياة كله على النقيد إبراهيم من أراد ليه بسوء من أراد ليه بسوء فقام الساحر بعمل سحر لإبراهيم إيه اللي يحصل لإبراهيم؟ هيتبدل حاله من حال اللحال لغبطة في حياته كل شيء إبراهيم عاوزه ما بيحصلش طب ما هو هنا أي حد ممكن يحصله أي دروب في حياته هو حد كسلان هو حد فاشل تمام هي فاشلة في حياتها ما تجوزتش ما اشتغلتش ما بتنجحش هيقولك أنا معمول لعمل وكده بقى عندي تاكيئة لكل فاشل إن هو يعلقها على كلمة نرجع لحصاب لا نرجع لوفاء وأرجع لحضراتك تاني لو تسمحني على رصي أستاذي وفاءت فضالي أهلا بيك يا وفاءت فضالي أهلا بيك يا وفاءت فضالي الله يسألتش أهلا بيك يا فضالي والله أنا كاللية واحدة قريبت وكده فكل ما مثلا يحصل تحمل وكده فالصقف وبعدين مش معروف إيه سبب يعني فيجى فيه نسألونا أنه ده ممكن يكون فيه جن في الرحم وكده هل الكلام ده مصبوط أنه نمشي في الموضوع ده ونشوف هل كان ده ممكن يكون مقبوض ولا إيه لا يا فضالي غير مقبوض كلمة الذي المعالج أو الراقي الذي قال لهذه المرأة إن فيه جن في الرحم على أي أساس أثبت بأن الجن ساكن الرحم كان عند دليل هي كل ما تحمل ما يحصلش عصيب يعني تمام هل في أسباب طبية توقف عنها الطب لا يعني هو ما عندهش أسباب بصراحة يعني ده طبائية يعني ده الأسباب دي حضرتك حضرتك اللي بتقوليها ولا يعني التحليلات بتاعتها هي اللي قالت الكلام ده هي راحة جزاجات ركشل بصراحة عشان كده الناس قالوا يعني يمكن يكون عندها في حاجة جن في الرحم وكده يعني جايبين كلمة جن في الرحم دي منين معلش آه آه ده الاعتراض اللي في أول حلقة يعني إيه جن في الرحم ده واحد اتنين هل الزوج عمل نفس التحليلات يعني هل الزوج عمل تحليلاته ده ممكن يكون حاصل بجد بص يا فندي بص الله عن النبي محمد أولا الشيخ اللي يقول في جن في الرحم هو يعني الله أعلم به ولكن هو لا يفقه شيء لأنه ما فيش حاجة كلمة جن في الرحم دي كلمة مستبعدة تماما ويرت ما ترحلوش تاني لأنه دخلها في متاهات هي مش قدها ده اعتراضي على كلمة سدهاني أن الجن يدخل جسد اهو ادي تصال جيل واحده كلمة جن في الرحم هو بص ازاي ده الطبيب لما يكون فيه مشكلة رحمية اكتاز مضادة تكييسات طالما مهاجرة لازم منزر يا فندي براحمي الله يعزك لازم ايه منزر استكشاف ده ممكن يكون معبود نعم لا يا فندي فيه شيء بديل الكلمة دي يعني أنا مثلا هقول لو أن هذه المرأة مصابة بأعراض سحر أو عندها سحر بعدم إنجاب وده هسكول سعالتك بالحباتي ما بقولش انه في جن في الرحم ما بقولهاش اولا ليه اوزهاني انا منين كشيخ او كنين كطبيب طبيب لسا عشان اقول المرأة دي عندها مشكلة رحمية بعمل ايه بقولها عايزين نعمل منزر بطني او منزر رحمي صح ولا ده امور طبية يعلمها اهل الطب تشخيص صح ولا ما بقدرش يفتي طبيب على أن هذه المرأة مصابة بالشيء في الرحم إلا باسترجاع عملية منزر صح ولا من هنا بتخرج من العمليات بالتقرير الدكتور طيب انا بشكرك استاذ وفاء انا بشكر حضرتك اولا يعني طيب يعني خانيني برضو اطرح الحضرتك سؤالي انا بس في المشكلة دي لا انا عاوز اوضح كلمة في هذه المشكلة المشكلة دي مش مشكلة هذه المرأة مشكلة نساء تعرضوا لهذه الكلمة وابتلوا من معارجين بالقراب صد كريم ايه رأيك لفاكي لما قلت لك برضوك في حصاد قبل رمضان قلت لك فيه شيخ قال ان فيه جن في الرحم وخدي مسك خمسة سنطيب حقنة داخل الرحم وضربها في الرحم ينهرب يد مش الفاكي لما قلت لك كلام ده ينهرب يد وبعد مع تكرار للموضوع ده زهبت لطبيب قال لها الرحم كله بز فارتك ادي امري من امور لأولك ايه اصل المسك لما بندهله بيبدأ بقى جن سبحانه الملك العظيم انت تشترك ده في جن ولا صد زهاني علم العلاج بالقرآن ليس كلام يقالن على الهواء فحسب انت لك كلمة شهيرة برضو اقول هلك العلاج بالقرآن الكريم ليس قرآن يطلى فحسب فحسب دي هي اللي فيها بقى كل التفاصيل هي دي اه هنا يكمن التفاصيل الذي يتعرض عليها الذي يعترض عليها هنا تكمن التفاصيل لا فيه معالجين اه يقولك يعني ايه علاج بالقرآن مش كلام يطلع المريض يعني ايه لا انا وضjت مع سعدتك قبل كده كلمة فحسب قولنا بقى فحسب هي نادي بقى تكمن التفاصيل في كلمة فحسب اه صال الله عن نبي الايسział المعالجين بالقرآن نعيه فيه معالج بيسمع المريض بناء على سمع المريض بيدي دواء او بيقول سحر خلاص وفيه عن نقيد معالج بالقرآن الكريم يسمع ويفحص الكلام ويستخرج الكلام الذي يراه منسوبا مع المريض ثم يقرأ عليه القرآن ثم في النهاية هيقرأ في النهاية قرآن ما هو ده قرآن وده قرآن ايه جديد بيضرب مثال مع احترامي في كلمة ساعتك واسنوب ساعتك انت جايلي وانت مريض وجايلي بعدما ورحت عند كذا شيخ شيخ قالك انت مصهور الشيخ يبتيني قالك لا 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 ده انت ممسوس بعين الشيخ يبتيني قالك لا ده انت عندك جن عاشق حتى لو ده كله مش هما شوية قرآن هيتم بقرأتهم على المريض ولا الأمر يختلف الأمر يختلف هنا بقى بدأت ان انا افهم معاك اهو حلو تمام فما الاختلاف انا هعمل ايه انا زي زي اي معالج بل في افضل من المعالجين شلع الراس ولهم اعتراموا تقدرهم ولكن الفرق بيني وبين المعالجين بالقرآن هو فرق واحد ده بتسمع اكتر اسمع اكتر ما تكلم عشان لما هسمع هنقل الكلمات او الخطوط الرفيعة في الكلمات التي تقولها انت كمريض ما انا عندي برضو هنا استفسار فضل اهو ممكن يكون حد بيحلم احلام ويحشى تمام بيقع من مكان عالي بيشوف تعبين في الاحلام بتاعته الحاجات اللي حضرتك والمتخصين في هذا الامر على غرارك كده بيقولون دي اعراض لسحر او اعراض لأي عمل روحاني تمام طب ما هي ممكن تكون الاحلام واحدة الاعراض تتشابه صح امتى بتفرق ان ده حسد ده عين ده سحر ده حالة عشق بين جن وانس الفرقات دي بتعرفها زي هو ده السؤال تعسعاتك في الاول طيب ناخد جمال ونرجع نكمل حافظ سيدس جمال اتفضل عليكم السلام يا سيدس جمال الله يعز بك شكرا معاك يا فندم بفضل سيدس جمال ايوه الموضوع اللي عاجب فرق كان الفروس الشيخ على حاجة مهمة جدا بتحصل انا سامعك بس لو تعالي صوتك شوية ايو فروس الشيخ شهاد نعم انا عندي القارين اعملي عم شاكل جديرة جدا حاض يعني انا بالنسباني كانت حد النفسية وحد الفرقلية او الجنسية كانت عادية خالص الوقت حصل لحاجات ايه مصفوقة ايه ايه اللي بيحصل لك طيب يا عم جمال قول لي عادت عندي قدرة او رغبة في الاشتهاق مطلقا اه كاين الحاجة دي مش قدامك كاين طفل صغيف للواصع دي انا كنت لك كده كان عندي ليون بالمسجنس الاخر غير مصفوقة قال مفيش اي حاجة سبحان الله بحاجة بحاجة اني لاني مية قدام النفس هل هذا دي يعني بقى ليه علاج ولا احنا بنعيش في ايه طب ما برضو معلش يعني دي حاجة في المقام الاول حاجة طبية برضو عم جمال لو بيقول في حد بيعمله اعمال وصفلية يعني هو حددها ارجو من فضلت الشيخ شهاد يطمنا ويطمنا للناس حاضر على الامراض اللي احنا عايشين فيه طيب باشكرك ساس جمال واسمع الاجابة من فضلت الشيخ بس هو هنا السؤال يعني ايه ايه انا اشخص حالة ايوه ادم عناية مش حفيتش المرض ليه ليه لما ممكن ابني على كلامه اساطير كلام يعني ممكن هو قاعد قدامك يتبين لك امر ما هو ده الطبيب الطبيب ده لما بيكشف على المريض بيسمع المريض من غير ما يكشف عليه ايه رأيك انا ممكن اكشف على مريض او حدد نوع المرض قبل الكشف على المريض لا هو دكتور بيسأل بتشتكي من ايه بتحس بايه طب لو اتكيت هنا بتحس بايه لو اتكيت هنا بعد كده بتدي يكشف الكشف وبعد كده بتحليل عشان يطبق المرض صح ولا عشان لما يكتب دواء يعمل ايه يجيب نتيجة بإذن الله هو ليه ربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ما قالش ما هو دواء ليه قالك اما الدواء اما يصيب بالنفع او لا يصيب بالنفع صح ولا شفاء قاطعة ولكن الله عز وجل ألزم نفسه في كتابه وننزل من القرآن ما هو شفاء الزام ولكن لمين الزام لمين انا مش هتكلم عن مخالفات معالجين اللي بدي ايه انا مش هتكلم في دي خالص انا هتكلم في نمط واحد العلاج بالقرآن الكريم لا بد من تشخيص الحالة حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود فما هو الخيط الابيض ايه هو اللي هو المريض بيشتكي من ايه واعرض المرض متوافقة على كلامه او لا طيب المعالج يتبين بصدق او كذب المريض ازاي او تواهمه بالامر ازاي ان يطلع عليه القرآن في شيخ ايا كان الامر يحط له المريض الحمد لله الفاتحة وقاية الكرسي او اللي خلاص يصير انت مصخور على طول كده على طول بالنمط يعني مش هخش في تفاصيل امور ولكن طب انت تبينت ازاي اقدر جاي متواهم بامر اتفرج على دق الزر وسمع الاسئلة وسامع الرد فتخيل بالامر فنام حنم بالامر فتبين انه مصحور انت عرفت ازاي هتقول لي فرص العلاق فرص العلاق بالقرآن الكريم ان تسمع ثم تقرأ مش تسمع وتدي دواء هو ايه انت عملته انا سمعتك ودي الدواء بناء على ايه ولما ددي الدواء تحرط الامر احنا مستدلية تعال انت عندك مغص خد برشامه مع السلام لا مش كده العلاق بالقرآن مش كده وحتى دم المحية الصحية ده غلط طبعا الله يعزك طبعا ولكن العلاق بالقرآن الكريم فهم النبي صلى الله عليه وسلم انا ليه بنسب السحر والحسد والعين لهم مربط واحد الا هو القرين ليه يعني المرأة اللي اشتكت بعدم انجابه الزهان تبقى لها عند الجن فرح وعند الجن انا ابنها هيقول تكين بدي لما طلع الجن ازاي هتقولش رميه بقرآن او اقرأ البقرة 40 يوم فاكرة الموطية تبقرات 39 مش هتنفع اه بالزبط كده او 41 مش هتنفع مش كده بجهودة اللي نبي قال عليه اللي لما اتكلم عن سورة البقرة قال اخذوها باركة وتركوه حسرة فلا يستطيروها البطرة اذا لما تكراري وسماع وقراءة سورة البقرة لو انا ما تصبتش بشيء هي حصن حاصيله من الهابزات الشعاطين زيها زي امور تانية من ايه واضح ان الناس كانت منتظرة ده اتظار يعني فمعانا يعني اتصالات يعني بعتذلك على المقاطعة ناخد منال منال الفضالي اهلا بيك يا منال الفضالي احنا سمعينك الفضالي ايه يا منال انت على الهوت فضالي عليكم السلام انا كنت عايزة بس اسأل من نسبة اللي هي الحجابة طبعا في الكرة وفيدها اللي هي الكرة الده ده يعملوا زي الدجلين كلا يجيبوا زي ان فيه الحجابة الحجاب بيبقى فيه هل بيبقى فيه قرآن بجوة الحجاب ده قرآن ولا بيبقى جوة اوامر هو بس سؤال ان الكثة دي تعرضت لها البنت خلفي وتعمل لها حجاب وقال ان هي لا ما تيلاقيش ان هو قرآن وللأسف بعد كده هي تعبت أكثر من الأول طب معلش سؤالي يعني هو يعني بتعمل حجاب لإيه او هيعمل لها إيه الحجاب من المختار الحجابة حسن جان فيه مشاكل بينها وبين زوجها يعني علاج وسيلة وسائل لعلاج بالنسبة وتحلت المشاكل بينها وبينجوزها هي بتقولك زادت زادت المشاكل بعد الحجاب طيب وصل سؤالك سوزة منال هتسمعي الإجابة من فضل الشيخ إبراهيم عبر الشاشة بس من مناسبة الحجاب انت فجأة الحجابة احنا دائما نكون على خلاف يعني السحر مش بالكسرة دي ولا منتشر إلى أن ظهرت ما يسمع بحمل التنديف تنديف المقابر المقابر نعم يمكن حجابي لك النهاردة صور نعم برضو هنولد حضرتك بس بعد ما نجاوب على منال أو ما تجهز هنعرضها أولا جوابي على الزمنال التماء وشرك طيب هي بتقولي هي ودها ده كوسيلة خليها معها لإصلاح بينها وبين الزوج لو قال لها ده قرآن وقرآن لو هي فتحت الحجاب أو هي فتحته هتلاقي كلمات حروف وعبارات وتماتب جبتها قبل كالساعتك قبل رمضان قبل الموسم اه اين اللي حصل مكتوبة بالله أحمر بالله أحمر وكلمات وحروف وتحت قبر وتحت مخدة هو فين علاج المرض أنا بسأل سؤال لو أن هذا الأمر شفاء له شفاء له بتقول لك المشاكل تفاقمت بعد الحجاب هنقول لي هو شفاء له يصمم أنه الطبق بتطبيقة غريبة ويتعام معها محد الشعر بي طيب برضو معلش في هذا الإطار أيضا بيكون فيه من هذه الأنواع مكتوب آيات قرآني أليس ذلك قرآن هنا بقى بيبشي مع المقولة بتاعتك أن العلاج بالقرآن ليس قرآن من يطلق فحسب لأن فعلا بيه بعض الأحجاب ما بتبقى قرآن هو أنا ممكن أن أعطى ورق المصحف وطبقها وخلاف المحفظة معا ده هتحفظني أهدكر أنا ينفع؟ لا طبعا أمر ربيه النبي محمد إزاي يعني؟ على أي أساس؟ طيب أنا هتكلم فيه نامط برضو غريب جدا خليناك فيه سحر هنتكلم فيه التالي الجاي هيعجبك أوش خير يا شيخ إبراهيم فاكر الأسحار المخفية وأسحار النجوم لا فيه سحر جيد زي سحر الهواتف كده اللي انت قلمتني عليه قبل كده آه ده أكتر منه خير الشبشبة إيه؟ الشبشبة طب دي إحنا سمعنا اللبز ده والمصطلح ده في بعض الأفلام آه لا ده سحر قائم إيه تتكلم جدا والله الدفس المصطلح ده كده الشبشبة يعني أنا محرج أعيدها بصراحة ليه؟ الشبشبة الشبشبة ده سحر سحر طب خليه زي ما هو كده بأفريطة والله خليك وهي جميلة قدام للحلقة اللي جاية إن شاء الله وده اعتبره برومو كده خلي كده تشويقي للحلقة القادمة من ده اتزار سحر الشبشبة هنتكلم عن الأعلى نتعرض بهذا السحر البنات البكر تحديدا ده خطر بقى من أخطأ أنواع السحر الذي لا يعلمه كثير من المعارجين بالكران ولا عن كيفية علاجه ولا عن هذا الأمر أصلا وكل ما يعتمد عليه الذين ينسبونها للأنفس من العلاج بل هم أفضل مني الله أعلم بنا وبهم ويعتمدون على سحر مطفون وسحر مأكل وسحر في المعدة وسحر في بيكرياس وسحر كل جوم لا في أسحار مخفية أسحار مخفية غير معلومة للمعالج ويتجاهل هذا الأمر المعالج طب بصدق شكرا تعال كده نحط خطة تعالي نبدأ من الحلقة الجاية نحنا هنبدأ ده الزار في ثوبه الجديد أنت كده دخل دخل جند جدا على فكرة توضيحه والله وده موسم قوي طب ما عليش هنبدأ الحلقة الجاية سلسلة أنواع السحر تمام هنبدأ من الشبشابة الشبشابة دي كان فيه يعني أفلام كتير كده لأيه كان بتبقى أفمارات أشعبية لوقت شبشبيلو يا بنت ده الهدف؟ ده الهدف يعني هذا النمط بس تعال دور هنا ربنا يصبر من الشبشابة فيما يدور سحر الشبشابة القرين برضو القرين إذا مش هتبطل صلى على نبي محمد عليه الصلاة والسلام تصريح على الهوى وعلى مسؤولة الشخصية إبراهيم شهاد يجمع كل أصحار الذي ذكرت في كتاب الله العظيم ووردت عن التابعي والسلف الصالح وعلى هذه الأيام فيما يخص القرين القرين الذي لا يقدر على علاجه بعض من المعالجين بالقرآن لأنهم لا يقدرون على تشخيص هذا الأمراض سحر لعدم الإنجاب مجهز بسيط الكل يعتقد بأن سحر عدم إنجاب للمرأة يعتقد بأن السحر أثر على الزوجة فيمنعها من الإنجاب وأصل على الزوج فيمنعها بعدم وصول الحياة المرأة إلى داخل الرحل تمام أمالي المضوضة لا 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 غير كده خالص فكري تماما مختلف لا ده إذا اتفقنا على قبول أنه ممكن سحر يمنع إنجاب السحر بس خليس صور محطوط عليها هجيب على حركة حالة حاطي محطوط عليها قفل كده على أماكن معينة تمام هل دي دلالة على أن ده سحر عدم إنجاب أشعر رجعي الأول تعال نفرغ للمصور كده فضل سحر كده نعرض الصور لشباب يلا يا محمد آه ده هو يعني جد بالزبط كده بس أمال دي يعني لقوها في حامل التنظيف مقابر في أسيط أولا ده سحر عدم زواج ده عدم زواج مش عدم إنجاب طب إلا أنا خلينا أقول تقمنا ممكن عدم إنجاب ما هو برضك عروسة وقف المحطوط وكما كل إيه اللي خلينا أقولك عدم إنجاب زواج مش عدم إنجاب إيه نخلون كده جيبا أولا كل ما هو شيء متمثل في صورة عروسة لفتاة بكر الغرض من هذا الأمر أنها لا تتزوج ولكن لو عدم إنجاب تأتي بأسماء كحروف وعلى هيئة الزوج وليست الزوج طب تعالي نشوف اللي بعده لأن فيه صور بأشخاص وطبعا إحنا تمصنا معالم الأشخاص حتى لا يكون يعني نوع من أمار دي كلها أحجاب زي الأخت اللي لسه متصلة لوقتي أن يعتقدون أن هذا الأمر علاق ولكن أن هذا الأمر دجل ونصب على الناس اللي بعده نفس النمط آه بس دي ده سحر موت دي خطيرة سحر قبر لا دي خطيرة دي سحر موت آه ده موت موت سحر يؤدي إلى الوفاة إيه دليل على الكلام دا طب والتلاصم اللي محتوطة دي لأ سحر التلاصم دور على الشيء العظمي اللي موجود الشيء العظم دا ما هو إلا وسيلة السحر يوصل بصاحبي إلى القبر طب والإشارة السودى دي والقفل والجنزير والكلام دا الموت ده الموت الموت اللي بعده آه دي صورة كده آه تمام اللي بعده كل دي كل دي أسحر كل دي أسحر كل دي أسحر كل دي أعمال فيه ناس ما زالت تقول بأن السحر شيء وهمي آه آه يعني بصراحة قبل هذه الحملات يمكن كان ناس كتير كان ناس كتير وكنا بنعتارد عليك في حلقات كتير آه اللي بيقول لك سحر لا 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 أتوقف هنا بقى ده هنا فيه كلمة ذكر كلمة ميرفت عقم سرطان سرطان اللي تحتيها ايه كده ايه يا ده دي مرض لا أية كلمة آه آه ده سحر عدم إنجاب ذكر فيه ايه عقم عقم ده ايه يعني ايه عقم عدم إنجاب تماما بس أو مرض مرض السرطان ربما كده الشهر وسرطان ها هل ممكن يبقى فيه سحر بالمرض طبعا وبنموت طبعا السحر ممكن يعمل كده أستاذ هاني العين تدخل الإنسان القبر والسحر يمرد حتى لا يتوصل الطبيب إلى شفاء المريض فيأدي بمرضه إلى دخول قبره طب أنا في معي صور بتاعة أشخاص يعني أو خليها للحلقة اللي جاي يعني خلي الصور دي أنا عاوز أعوز وسعتك حاجة مش الجمال كانت الناس تقولك يعني سحر لا ما فيش حاجة اسمها سحر ما فيش حاجة اسمها عين طب هم الله عز وجل أظر الحق في تحمل التنظيف إيه المقابر كلام ده عبس ولا حق لا يا ناس كتير بدأت يعني تغير مفهومها بعد ذي الحملات زي أن عصلت حاجة لا وخليه برضو حتى لا نقع يعني في خطأ كبير وده دوري هنا أننا يعني لا يستطيع أحد أن ينكر السحر أن السحر سابت كان ينكرون السحر لا عفوا يعني فيه فرق بين إنكار سحر وبين يعني أن يكون الأمر بهذه الكثرة لا ولكن كان ينكرون السحر كان يقولون بأن السحر انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم لا إنكار السحر هو إنكار معلوم من الدين بالضرورة صح ولا ولكن الله عز وجل حين أثبت حملة تنظيف المقابر وأثبت بأن السحر موجود والعين سابتة فتؤدي إلى صاحبه إلى القبر طب أنا أعطي وسعتك حاجة أنت أوتري فيه سحر مرض أو أنك لا فيه سحر مرض يعني حد ممكن يعمل لحد سحر هو معافى وسليم يعمله سحر أنه يمرض كثير من الأطباء لما يروح لهم مريض وهو مش عادي يوصل لمرض فيه بالضبط يعمل كل الفحصات وكل الأشعات وبكي يبدي كل الأدوية ومش لها نتيجة يقول له إيه تروح للشيخ إبراهيم شهاب روح على طول على مركز الشيخ إبراهيم شهاب وتعالي كناك لا لا أنا مش أصدر والله في أصدر مني كتير لا أنا عادي أقولك إيه طب هو الطبيب أخطأ ما أخطأش هو عمل كل وسائل عمل فحصاته آه طبعا أشعات حالية ولكن فيه واحد ممكن ياخد علاج والمرض بيزداد ولا ينقص تقول له إيه ما ممكن يكون بيأخد دوى غلط يا شيخ إبراهيم تدخطو لك أجب هيا يعمل إيه تاني طب راح لدكتور تاني إيه ده دوى مختلف ومع زيك المرض يزداد زي عدم إنجاب تبقى المرة عملت كل الفحصات سليم FSH والLH والMH مخزون المبيض والذوق تحيله كويس والحركة كويسة وكل حاجة كويسة وكانت فالوك كويسة هيا يعمل إيه تاني أنت متخصص ناس أولادة أو لا إيه أنت جايب مع المادة كلها من إيه الذي يكتق الله في العلاج بالقرآن الكريم لابد أن يكون عنده الفراسة إزاي يقرأ التحاليل تناسب هذا المرض ما ممكن واحدة تجيلي قبل أن تروح لدكتور تقول لي أليس كنت أسألك السؤال ده ما أفرض واحدة جاءت لك وانتك أنا متجاوز أبقى لي خمس سنين أه وتقول لي وما خليت الشيخ وريم وأنا معمول لي عمل وإيه والناس جيرانها أصحابها في شخص روحي الشيخ ده أنت معمول لك سيخص بعدم إنجاب لما تجيلي بقى هو ده الفرق من المعالج والمعالج لما تجيلي بقى هقر عليها قرآن واللي عمل لها أحجامة وأقول لها أنت مصخرة لا تعاليلي عندك كم سنة كذا طب روحت للطبيب لا ما روحتش أنا بقى لي سنتين متجاوزة وما خلفتش بتعمل إيه بقى في الحال دي تعاليلي بقى هم هل بقول لها أنت لازم علي القرآن لا لو سمحت لو خد العلاج الفراني مستحيل مستحيل ماذا أنت فاعل روح للطبيب بتحيلها للطبيب يا شيخ ده أنا جايلك إنت أنا جايلك في واحد يرفض الرزق قالول الشيخ إبراهيم ده بيحل الموضوع آه الشيخ إبراهيم ده وأنا فلانة جارتي ما كانتش بتخلف وأنت خلتها تخلف فأنا جايلك عشان أنت خلت جارتي تخلف آه بتقول لها إيه بقول لها لأ لازم تجي بيه لتقرير طبي بيثبت إثبات كامل بأنك سليمة طب دير سالة أنت عايز توجهها يعني لمن يعالونا بالقرآن أن يعملوا يعني يحزو حزوك أنا كنت في نهاية الحلقة هدي عبارات لحلقات القادمة وإذا أنت بدأت بيها ناخدها قبل ما ناخد أسماء واحد المعالج الشاطر الذي أعطاه الله القدرة على أن يتقل لها في الناس لابد أن يكون متعلما فما العلم علم الكرآن علم التشخيص العلم الطبي العلم النفس هيا أقول استقافة الطبية والعلم النفس آه تمام أيوة ببناطة العلم النفسي ممكن واحد يكون مثلا عنده نوع من التواهم عنده وسواس عنده نوع من الاكتئاب يقول لك أنا عندي كذا وكذا 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 طبعا أنت ممكن تقول له ده أنت معمول لك عمل تعالى بقى لما علجك فاكر أنا لأو ذاكي نفسي على الله عزيزي فاكر تصلي هنا قبل رمضان كالدكتورة كالدكتورة وكتشعف إن هي دكتورة كالدكتورة نفسية وكتشعف إن هي دكتورة أصلا طب نكمل قصتها بس بعد أسمائها أسمائها تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا فندم أهلا بيك أهلا بحضرتك بص القصة اللي هقولها لحضرتك دي حقيقية والله يعني مش بجمّل فيها أكتر طب تفضلي صوت يتغير والله بيبقى صوت واحدة سودانية مع إن هو راجل بيبقى صوت وزي صوت واحدة سودانية ويقعد يتكلم بشكل يعني اللي هو إيه أنا بحبكو أنا بحب ربنا أنا بحب كده أول ما بيبتدي يتكلم في قطة صودة بتروح زهرة في الشقة اللون عينيها اللون اللي هو الفدي يعني تحيش إنها فضية كده بتلمع أو يعني من الساعة سبعة بعد كده بتلاقي القطة بزيختفت بالليل وأنا ما بفتحش باب الشقة ولا بتحرق ولا بروح ولا باجي تمام هي وبتظهر في الوقت ده يدوبك نص ساعة وهو بيتكلم بالشكل السوداني الكنيسية السودانية وبعد كده ده بيختفي المشكلة إن هو بعد ما بيفوق وبيصلي على فكرة بعد ما بيصلي العيشة ويرجع التاني أقول له إلي حصل يقول لي إيه 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 لا طبعا ده ما حصلش أنا سجلت مرة على فكرة تمام طب تمام يعني طب يعني حاولتوا إن أنتوا مثلا تعالجوه تودوه لأحد المعالجين أو شوه؟ هو بص أنا بصراحة يعني أول مرة أن أنا أدخل في الحوار ده بثقة في حضرتك يعني أو في البرنامج لكن أنا بصراحة ما عرضتش قبل كده الأمر ده طب أول حضرتك إيه إيه فندم يعني خلينا كده نتابع مع حضرتك الحالة اللي عندك دي كده ونتواصل بعد الهواء وهنعتبرها بقى يعني كده تحدي للشيخ إبراهيم شهاب آآ راسي وأنا أقبل زيب ده أخوال هذا التحدي طبعا 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 ايه القطة اللي بتظهر؟ مين بقى القطة ديه؟ ها؟ وسوداء ومين هو اللي بيحضر على الرجل ويتكلم بلغة سودانية؟ تمام وهو أسطى الناس الأمر ولا يدرك بهذا الأمر عايز تقولي دي حالة عشق؟ عشق المين؟ للراجل نفسه؟ خاص مال الراجل ده تعرض لسحر إسود مم؟ سحر إسود وأنا على هذا التشخيص أحدد المرض تكون هذا عشان القطة سودة؟ لا ولا عشان سودانية؟ ولا عشان سودانية طيب يعني؟ ليه حدث؟ رياب الرجل عن العقل الفترة الذي يتحدث بها بلغة غير اللغة المعتادة وتحولت اللغة بالراجل إلى إمرأة لاس هذا إجزار بأن الرجل ده ممسوس بجب الرجل ده ممسوس بقارين ولكن القارين ده تحرك في عصب هذا الرجل نتيجة الايه؟ السحر الإسود خادم السحر القطة سودة دي هو جن بالفعل القطة دي جن بالفعل مطلبس هذه القطة عايز تقول؟ الجن يحضر ويظهر ومن علامات الكلاب أعزك الله السوداء بغض النظر الأطط السعابين ودليل على ذلك فيما حدث في عهد النبي محمد أن المرأة الذي كانت جالسة خارج البيت وكانت من عادات العرب أن المرأة لا تخرج من بيتها صح الله؟ وجاء الصحابي على فرصه متوجه إلى بيته ورأى زوجته خارج المنزل فقالت والله ما أخرجني من بيتك إلا الذي هو في الفرص فلما دخل الرجل رافعا سيفه فماذا وجد على سريره؟ الثعبان حية صح الله؟ تقول المرأة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا أدري من قتل من؟ اللي اتنين مادوا في توقيت واحد لو افترضنا أن الصحابي قتل الثعبان إذا الصحابي عايش؟ صح الله؟ لو أن الثعبان قتل ايه؟ الصحابي الثعبان غير موجود جري لا دعنا وجري ولا هو يقف؟ طيب من قتل مين؟ عيش تقول ايه من قصة؟ إعوان الجن الذي تمثل على هيئة سعبان هو الذي قام باختناء الصحابي من الداخل فمات ثقرا يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم حية في بيته فليؤذن ثلاث إذا انصرفت فاعلموا أنها من الجن وإن لم تنصرف فاقتلوها فإنها حشرة يؤذن يؤذن دليل هذه المرأة على صدق كلامها ودليل على تشخيصي أن هذه القطة من الجن فجاءت في إحضار غياب الرجل عن الوعي وانصرفت طب كل المنافس بعفول وقطة لونها غريب وشكله أغرب قلت من ايه؟ والراجل بيصلي قلت بالك هيئة؟ بيصلي وبكرة قرآن ويعرض ربنا هتقولي تم وارد الجن يخش جواه هتقولي تم وغب عن العقل وانت قلت قبل كده يا شيخ إبراهيم ولو جبدالك كلام من سنين هتقول لا يغيب الرجل والمرأة عن الوعي لقد قلت ما يقولك كده؟ قلت كثير بيصلي قلت لوطنا بلدج ده غايبة عن الوعي طب سؤال اذن كنت حددت ان هذا السحر من أنواع السحر الأسود طب ده سحر ايه؟ يعني معمول له سحر بايه؟ على حسب الهيئة اللي أشوفها قدامي يعني أنت حددت النوع السحر كلام عام إنما ما قوله سحر بإيه بقى؟ بعدم إنجاب، بوقف حال، بموت، بمرض ده لسه تحدده لما تشوف الحلقة قدامك بس تقول ده التحدي التالي إن شاء الله والتحدي التالي الآن في سؤالي وغرارا على القصة اللي حضرتك حكيتها ويمكن هي بتخدمك أنت أكتر ما هي ضدك ولكن أنت اللي قدامي دلوقتي كخبير في العلاج بالقرآن بنشوف البعض وشفناهم على الشاشات بيقولك أنا بعالج حالة وفي جن وأنا هحرق الجن ده وهذا يدلل على حتة الجزائرات حضرتك إن كان المعالج يحرق الجن وكان هذا الكلام حقيقيا أنا هنا عايز موسيقى تصورية بقى معايا في السؤال ده مش كان نص المعالجين تم قتلهم غرارا على قصة التعبان صح أنت قلت السؤال والإجابة أنت قلت السؤال والإجابة ما أنا قلت لك برضو أنه يخدمك أكتر ما هو ضدك هزيد الإجابة على الإجابة فضل إيه رأيك لأنا جبت شامعة مولعة وقرأت عليه القرآن وبنزل البنزي من الشامعة على إيد المريض وبقول أسأنا بحرق الجن الشامعة المحترقة إيه رأيك الجلد هتحرق بجد أه طبعا ده أنا بحرق الجن أشي لا ده الجلد اللي هتحرق أنت كده هتبحلق الجلد وليس الجن طب أنا عاوز أجيب شال أو الغطرة بتاعت الشال بتاعي وهخنق سعدتك عشان الجن جواك فأنا هخنق الموتك هو الجن اللي هتخنق ولا الشخص اللي هتخنق والله أنا بخنق الجن تمانك أنت هو الجن هيستناك لما تخنقه طب أنا هجيب عصايا أو خرطوم واضرب على الجسد أنا هفترض دلوقتي محمد الدوري أهو قدامي علي جن تمام وأنا بقول هتقولي الشال وتعالى يا محمد تعالى يا محمد وأنا هخنقك يا محمد عشان هخنق الجن الداخلي لجواك لو أنا هناك جن بجد بجد بقى خلينا نقول كده لو جوا جن تمام الجن هيسمع الكلام ده هيستنى قول لي أنت بقى مشان لقول أنا عمستني رأيي الناس مستني رأيي المعالجين يواجهوني ولا شيخ برهيب أنت بتلغي أنت بقطعنا عشنا لا إحنا بنخلق المريد أو بنضرب المريد أخرج عدو الله أخرج من يا عم؟ ونت تتكلم كلام إيه؟ طب أنا مش خارج هتقول لي كلام سنة طب أنا مش خارج طب مش خارج يا أخي كريم النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الصحابي أو الصحابي الذي أتى بأخاه مسلسل بين ياتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي أخرج عدو الله في إني رسول الله هك لداليله من القرآن بأن هذا جن من يتكلم هذا يأتي بداليل ولو أن هذا يفعل يا أخي لو أن هذا أمر صحيح هل الجن يراني أن أنا أكون بضربه أو بحركه أو بخنئه وهي سنة في جسد؟ أنا عاوز أخاطب العقلاء ولا سأخاطب من يتدرش مع الناس طيب يا أخي الكريم الله يرفع قدرك ويشفي أمة محمد العلاج بالقرآن الكريم لابد له من فهم رسول الله من فهم الصحابة من التابعين الخنء والضرب واشتغلات الناس ومسك الدهن على الجسد كل هذا ليس أمره مشروع إذا كان في اكتهاده في العلاج اكتهاد مشروع لابد أن أتحر فيه الشرع ولكن ضرب وأحدد الجن داخل البطن وأحدده في البنكرياس وأحدد الجن في المعدة هو بيستقر يعني؟ قل لي أنت يا أخي ما ذاكنا معالجين بيخرج شو يرجع مثلا؟ أخوانا ليه حواري معك قبل روضان سنواتنا عديدة بحارب المعالجين لا ده بحارب الفهم الخطأ لا سأحارب معالج كلهم معالجين وكلهم اكتهد في كتاب الله وصنة بينا محمد ولكن اكتهادنا في سنة النبي محمد لا بد أن يكون عندنا العلم الكافي بذلك أن يكون عندي علم بقراءة تحليل علم في أمر نفسي أفضل ده عنده صوص كاهري أفضل أفضل فيه وقرأ ليه القرآن وديره بيسك وديره استحمى وديره طبيب نفسي وهو عنده اكتعاب مثلا أفضل عنده متوحد أفضل عنده اتراب مجداني كله لازل يكون عندي إدراك وقراءة فيه المعالج يختلف عن الراكي الراكي يركي يا عم على راسي ما تحط في نفسك كمعالج اركي قول لنا راكي أركيك بس ولكن تقول للمعالج وتكتب بخطيه دك دواء بناء عليك كتابته بناء على إيه هتقول لي بتدفعشي الاستحر الموجود عندك علامته آه كرأت عليه قرآن هقول لي مش شرطة أكرر أكون على مريض ما يسمع قرآن في البيت أو سمعه لا أنا لازم أقرأ بنفسي لازم أتحرر الأمر بعيني مش أقرأ الفاتحة وقاية الكرسي الخلاصة المحصولة مع السلامة المسحور لا ولا أعمله حجامة ويمشي برضوك لا ده حتى في الطب النبوي سواء الحجامة والأحشاب لابد لها من فهم من أطباء متقصون في هذا الأمر يحدده مش أي حد يعمل أي حاجة مش أي حد يقول أي حاجة ولا أي حد يد أي دواء لابد أن نكون عنده العلم القرآني الذي أنزله الله تبيانا على نبينا محمد وأرسله النبي محمد لنا أن نكون أسبابا لشفاء لا أسبابا لتوهم خلينا أقول الكلمة الشهيرة يا أمة ضحكت من جهلها الأمم أعتقد أن هذه الحلقة يمكن أن تكون كافية لهذه العبارة وأيضا عبارة شهيرة يعني أيضا للشيخ برايب شهاب وهو أن العلاج بالقرآن ليس قرآن يتلى في حسب وهو معالج نعم وكيف لمعالج أن يقول هذه الكلمة وكيف لمعالج أن يحارب أناس يتكلمون عن علاج بالقرآن لا أنا حاول أقول أنت في الجن وفي الجن في الرحم وفي الجن في جسمك وفي جن في دماغك وتعالي علشان لا أنا مش عاوز تقول أنا مش عاوز دي أنا عاوز أقول التشخيص أنت رايح لقصة روما الخميس تقريبا لا أنا رايح لصهاج رايح لصهاج روما الخميس الخميس لا الخميس لوراة لسه بعد الحالة الجهة إن شاء الله لأنا هطلع الحالة الجهة مع سعبتك وبعاكية سافر بالليل بتروي صهاج آه اليوم الخميس ليش هوريين بيحب يروح يعني موضن الصعيد بصر الزهاني في الأقاليم زي صوت وصهاج وإنا ولقص الناس طيبين على الفطرة أشير حزائهم على رأسي لأكون أحي سنة النبي محمد لما بروح صهاج بلاقي أشاكل وبلاوي بلاقي امرأة كتب على جسمها بلاقي امرأة مشت في مقابر بالليل بلاقي امرأة مسكة أحجبة بلاقي مشاكل هم أصعب لهم نزلوا قاهرة وبيعملوا دقة زر وبيعملوا الزر قدل هي دقة زر اللي احنا بنحاربها بكلمة دقة زر الله يعزك لا خليفين ما يعني بقى دقة زر لها لها تكوز تانية خد الحاجات دخل لي معاك زمان الزر يا أخي على الأقل الزر زمان كنت بتليف وراء شيء ودبح عليك حاجة خلاص دلوقتي باقي أخدوا الناس لأفقار خربت بيوتهم أنا أسمع ناس خربت بيوتهم ولله صحيح لكن عندي حالة النهاردة عشان مشتار عايزة في نهاية الحلقة شيخ قال لأسرة كاملة ترك البيت وخد الشقة بالإيجار بر بيته كامل بيته ومال هو بيعالج إيه بقى بيقولك لا أسلي الجن قاعد في البيت وما هعالجه هاخد سنين سنين فعشان ما تضروش قدوا شقة بره لحد ما تخرجوا لحد ما عليكوا البيت بالله عليك يا شيخ هل هذا عليك هل هذا الأمر النبي يا سبحان الله زي المرض التفسي بالزبط لما كل واحد عنده وسواس في ربنا وفي العبادة وفي الطهارة أقول له الوسواس ده جايلك من سحر ولا تأكد تأكد كامل إن الرجل ده ما عندهش مرض طبي وحالة نفسية في النهاية أرخله بقى طبيب نفسي ولا اخدعوا بكلمات أنا بعتذر طبعا لكل المتصلين اتصالات كتير جدا النهاردة في أولى حلقات هذا الموسم الجديد من ده الزار بعتذر لكم جميع عن وبتأسف لكم ممكن الحلقة القادمة بإذن الله ناخد أيضا جزء كده يسير من هذه الاتصالات والحلقة القادمة بإذن الله أدعوكم من الحلقة القادمة لمشاهدة ده الزار لما سيحوي هذا البرنامج على مفاجآت في الحلقات القادمة وبداية من الشبشبة اسمعنا كتير عن الشبشبة الشبشبة حقيقة الشبشبة هل فيه سحر اسمه كده بالفعل ها ده واقع طب جاي منين أصله ايه بيتعامل ازاي بيتعامل لمين كل ده أكتر هنشوفه بداية من الحلقات القادمة مع فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب الخبير في أعلاج بالقرآن اللي بشكره جزيك الله خير شكرا جزيلا شكرا جزيلا على القدور وأيضا يبقى الشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة الثلاثاء القادم الثامرة ونصف مساء يتجدد بكم اللقاء ودأت زار لمثل هذا المعاعد تقبل وتحياتي وتحيات فريق العمل هذا هاني الدباني وحييكم إلى اللقاء شكرا جزيلا